هنا لندن الى قصر كلارانس هاوس الملكية يخطو رئيس الوزراء مصطفى الكاظم خطوات ثابتة تؤكد تطلعات يشاركه فيها الامير تشارلز ولي عهد المملكة المتحدة افاق التعاون بين بغداد ولندن هو المفتاح الذي يضعه الكاظم اليوم في قفل الازمات الاقتصادية ليحاول ايجاد الحلول الناجعة الجولة التي بدأها رئيس الوزراء الى اوروبا وقد انتهت بلقاء رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تقول الاقلام المراقبة لاهمية الزيارة الاوروبية انها ضرورية لاتزان المعادلة السياسية والامنية في العراق والمنطقة الكاظمي يعرض الموضوعات الاكثر اهمية للشارع العراقية والتي من شانها ان تقف عائقا امام مستقبل البلاد الذي يعاني قرابة 17 عاما من ويلات التراكمات السياسية والامنية والاقتصادية وهو ما يجعل الزيارة بمثابة مفتاح ثان بعد المفتاح الامريكي وتحقيق فاعل على الارض والذي يغير الطبخة السياسية والاقتصادية ويعيد اتزان السيادة العراقية على الارض وتقرأ الزيارة بمعيار اكثر دقة عند بعض الاوساط الاقتصادية حيث يرون ان المهمة والعاجلة فيها يأتي على طبق من ذهب لتحسين الاستثمار وتقوية نقاطه العملية في وقت يلجأ فيه الاراق للاقتراض الداخلي والخارجي معا لسد العجز في دفع رواتب القطاعين العام والخاص وإيجاد فرص عمل للشباب في ظل الظروف الراهنة اشتركوا في القناة